وجه رئيس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الجهة القضائية بمراقبة الأداء الإعلامي والضيوف في حال مخالفة القانون من خلال القث والشتم تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات وعضحت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى موجهة إلى الإدعاء العام ومحاكمي الاستئناف بضرورة إسناد إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بالأداء الإعلامي للمؤسسات الإعلامية والضيوف الذين يظهرون من خلالها وفي حال مخالفة القانون من خلال القث والسب وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتجاوز على المنشورات الدعائية للمرشحين والأحزاب على حد سواء